السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة بيذا بيست وان التعليمية الفيديو ده خاص بطلاب الشهادة الاعدادية هنعمل لكم مراجع على الجزء الخاص باللغة الانجليزية اللي هيكون موجود في ورعة امتحان متعدد التخصصات زي ما الوزير وضحها وطبعا كلنا عارفين ان الامتحان متعدد التخصصات ما حينضفش للمجموع ومش على اي تقييم بس مش معنى الكلام ده ان احنا نهمل الامتحان او منحلش فيه كويس لا احنا كطلاب متفوقين فاي نوع من انواع الامتحانات لازم نسبل ذاتنا ولازم نحل كويس حتى لو الامتحان ما بينضفش للمجموع وزي ما كلنا عارفين مواصفات الورع الامتحانية لحد دلوقتي الجزء الخاص باللغة الانجليزية هيكون عبارة عن سؤال واحد اختيارات فاحنا حنعمل المراجعة على اساس ان الاسئلة اللي جاء في الامتحان كلها اختيارات والله اذا حدث اي تغير في مواصفة الامتحان حطوا سؤال كمان جديد انا هعمل لكم فيديو بيه فخلينا دلوقتي نعمل على الجزء الخاص باللغة شوز يلا نبدأ السؤال الاول طبعا انا اول ما شوف از في السؤال على طول بفكر في الفرب اللي مضاف له او بفكر في الفرب اللي في التصريف التالت طب اسأل نفسي هنا هو شام النسيم حيحتفل ولا يحتفل به يحتفل به اذا الجملة دي مبنية المجهول حنختار اول اختيار السؤال التاني this book has pages than that book اه فيه هنا مقارنة عشان فيه than دي مقارنة بين اتنين طب من اللي حيجي معاها على طول حفكر اما في لس اما فيور هما اللي بيجوا في المقارنة بين اتنين طب اشوف الكلمة اللي حتيجي بعدهم تعد ولا لا تعد انا عندي كلمة بيجز تعد ينفع نعد الصفحات اذا في الحالة دي هناخد من فيور اما اذا كانت لا تعد كنا هناخد لس يبقى اذا لاختيار الصح فيور السؤال التالت people often drink water in hot weather than when it's cold اه هنا بقى مقارنة بين اتنين عشان برضو فيه than في الجملة يبقى عندنا اختيارين ينفعوا اما لس لو انا حبيت اقول اقل واما مور لو انا عايز اقول اكثر طب نشوف معنى الجملة هتحتاج ايه الناس غالبا بتشرب مية اقل في التقس الحار ولا مية اكتر في التقس الحار يبقى الاختيار الصح هيكون ايه مور اكتر السؤال الرابع it's not too hot on the beach because there is a nice جو ما بيكونش حرة قوي على الشطة علشان بيكون في ايه في breeze اللي هو النسيم الكلمة دي قلنا مهمة جدا في منهج الترمي الاول السؤال الخامس the restaurant in the guidebook was a very good a very good ايه ها كلكم عارفينها اكيد recommendation اللي هي التوصية طبعا احنا قيلين الكلمة دي برضو من الكلمات المهمة جدا في المنهج السؤال السادس i don't know how to get to your house انا مش عارف اوصل لبيتك ازاي can you give me ممكن تديني تديني الايه اكيد كلكم عارفينها directions الاتجاهات السؤال السابع it's cold and windy today الجو بارد وعاصف اليوم when you go outside you are caught واضح ان هنا حد بيديله نصيح بقوله لما تخرج يجب ان ترتدي البلطو يبقى في الحالة دي هناخد ايه should wear should wear يجب ان ترتدي السؤال التامن students in our school have visited England هل في السؤال ده بيقارن طلاب مدرستنا بحد تاني لا هو بيتكلم عن طلاب مدرستنا بس ما بيقارنهمش بحد اذا هستبعد كلمة less وحستبعد the least اخر خيارين مستبعدين ما ينفعوش اذا هنا حبدأ افكر في كلمة few معناها قليل ولتل معناها قليل لكن للكمية students تعد الطلاب لها مفرد ولها جامع كلمة تعد اذا هناخد مين few few معناها قليل للعدد السؤال التاسع the museum by thousands of tourists everyday طب هنا هنقول ايه المتحف يزور ولا المتحف يزار اكيد المتحف يزار اذا الجملة مبنية للمجهول يبقى عايزين جزء من verb to be بعدها post participle اللي هو التصريف التالت متوفر عندنا الكلام ده في الاختيار c والاختيار d الاتنين فيهم جزء verb to be وتصريف تالت اذا انا شوف زمن الجملة الجملة فيها everyday بتعبر عن التكرار اذا ده مضارع بسيط يبقى الاختيار الصحيح مين is visited الاختيار رقم c السؤال العاشر the students usually stay in a youth youth a كلكم حافظينها طبعا حتوبها الاختيار رقم c youth hostel اللي هي بيوت الشباب بعد كده السؤال رقم 11 salt is often used to الملح بيستخدم عشان نعمله في السمك والاطعمة الاخرى اكيد كلمة preserve اللي هي يحفظ السمك والاطعمة الاخرى رقم 12 المدرس حيطلب مننا نعمل ايه او نكتب ايه عن زيارتنا طبعا حيطلب مننا نكتب وصف للمكان يعني description السؤال 13 i gave the message الفعل give معناه اعطى والفعل ده كلنا عارفين انه هو متعدي لمفعولين وكلنا عارفين ان المفعول العاقل لما بيجي بعد الفعل مباشرة ما بياخدش قدامه حروف جر اذا هتبقى i gave my sister السؤال رقم 14 there is a lot of traffic today في زحمة كتير النهاردة يبقى we be late احنا اكيد هنتأخر ولا احتمال نتأخر هتبقى might احتمال لان مش معناه انا في زحمة كتير ان داش اكيد ان احنا هنتأخر فما هواش حدث مؤكد يبقى بالتالي ما ينفعش ناخد must هناخد might السؤال رقم 15 the mass homework was very difficult where you اه هنا طالما سأل بwhere يبقى ما ينفعش ناخد فعل ناقص ما ينفعش ناخد could ولا ينفع ناخد can يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى able to طبعا رقم c ما تنفعش لان able لوحدها ما تنفعش محتاجين to معاه رقم 16 it's to take your passport when you go to another country طبعا شيء مهم جدا انك تاخد معاك الجواز الصفر بتاعك وانت مسافر دولة تانية يبقى احنا عايزين كلمة ضرورية هتبقى ايه في الاختيارات اللي تحت essential الاختيار رقم b رقم 17 she will do very well in her exams هتقدي اداء كويس في امتحاناتها يبقى هي ايه هنختار رقم c hard working مجتهدة رقم 18 there are eight that go around the sun بتدور حوالين الشمس ايه ده اللي بيدور حوالين الشمس طبعا هيبقى الاختيار رقم c planets وما نلخبطش بينها وبين اول اختيار اول اختيار ده plants معناها نباتات رقم 19 you speak english when you wear six when you wear six عرفتني ان الجملة زمنها في الماضي وبنعبر عن قدرة اذا الاختيار الصح يبقى مين could 20 email sent an email هنا عايزين ضمير مفعول يبقى من الضمير المفعول هنا me لكن ما ينفعش ناخد معاه حروف جر لان احنا اتفقنا ان المفعول العاقل لما بيجي بعد الفعل مباشرة ما بيحتاجش معاه حروف جر 21 wear a coat البس البلتو train today يا طرع ده حدث مؤكد ولا مستحيل ولا احتمال اكيد احتمال يبقى حناخد هنا ايه might 22 use the cleaner to clean the kitchen floor سؤال بيتقرر كتير خالص كلنا حافظنها vacuum cleaner سؤال 23 سهل جدا I'd like to I would do an you to my house I would do an A الى منزلي اكيد هتبقى invite يبقى هنختار رقم D سؤال 24 that man has a very loud a very loud A I can hear him استطيع ان اسمعه يبقى very loud voice هتبقى الاختيار رقم A رقم 25 blind means that you can't see يا ترى الفعل لما بيجي في بداية الجملة مفروض يكون في ايه ING اذا الاختيار الصحيح هيبقى رقم B being blind كونك اعمى يعني انك لا تستطيع الرؤية 26 my neighbor is a teacher هنا محتاج ضمير وصل my neighbor عاقل اذا في الحالة دي هنختار اما هو اما هو نشوف اللي بعد ضمير الوصل ايه موجود فعل يبقى في الحالة دي 100% هنختار هو اما اذا كان ملكية شيء ينفع يمتلكه الجار في الحالة دي كنا هناخد هو 27 what did you do before you came to school this morning الفعل المساعد did عرفني ان السؤال في زمن الماضي كمان احنا عندنا معلومة ان لو شفنا do او does او did في السؤال اذا احنا محتاجين الفعل في المصدر بعد كده يبقى مين اللي عندنا في المصدر have to وhave مصد طبعا ما تنفعش لان ده model verb كمان عندنا have to ما تنفعش لان الفعل في الماضي وما ينفعش اجيب بعد did فعل ماضي تاني يبقى هناخدار have to رقم 28 who is your in the tennis competition هنا عايز يسأل مين الخصم بتاعك في مسابقة التنس يبقى في الحالة دي هناخد كلمة خصم اللي هي ايه opponent 29 حسن زفادر said that the car was difficult to because it was raining في المطر طبعا مش صعب ان حد يتحكم في الايه في السيارة يبقى هنا هناختار كلمة control رقم 30 the teacher asked me to the box to the class المدرس طلب مني اوزع الكتب على الفصل يبقى هناختار كلمة hand out 31 the museum is near our school المتحف ده مكان واحنا محتاجين بعده ضمير وصل اذا هناختار للمكان اما where اما which نشوف اللي جاي بعد ضمير الوصل ايه فيه is فعل طب احنا عارفين ان لو في فعل بعد ضمير الوصل مع المكان هناختار مين على طول نختار which رقم 32 television for a long time is not good for you عايزين نقول مشاهدة التفي يبقى في الحالة دي هناخت كلمة ايه watching الفعل لما بيجي في الاول بمعنى اسم مشاهدة يبقى ننضيف له ing 33 he wash his hands before he eats عايزين نقول يجب ان يغسل يده قبل الاكل ايه اللي معناه في الاختيارات يجب ان عندنا كلمة must وhave to طب نختار مين هي ما ينفعش تاخد have to اصلا هي بتاخد has to يبقى ايه زن الوحيدة اللي حتنفع must 34 you become when you are 18 years old لما بيكون عندك 18 سنة يبقى انت كده ايه an adult 35 the tourist didn't speak Arabic but we in English هنا عايزين نقول تواصلنا باللغة الانجليزية يبقى ناخد رقم c communicated رقم 36 you need strong a to be good at most sports انت محتاج ايه قوية عشان تبقى جيد في الرياضة يبقى محتاج muscles رقم b معناه عضلات 37 an is a person who helps in a shop or in a ticket office مين ده الشخص اللي بيساعدنا في المحل او في مكتب التذاكر ده حيبقى مين الاسستانت يبقى حناخد رقم ايه رقم 38 if you don't know how to find a building you can ask for لو انت مش لقي مكان او مبنى انت مفروض تسأل على ايه حلينها قبل كده اللي هي directions حتبقى رقم c 39 you need a when you visit another country انت محتاج ايه لما تيجي تزور بلد تانية برضو حلينها قبل كده محتاجين الايه الاسبورت 40 helps the police in their work مين ده اللي بيساعد الشرطة في العمل بتاحهم اكيد كلكو عارفينها detective المحقق يبقى نختار رقم b رقم 41 مفيش عليها اختيارات هنا عايزين طالب متفوق يحلها من غير خيارات الجملة بتقول the a of the book you are using is new hello يبقى الكلمة اللي احنا محتاجينها هنا حتبقى كلمة ايه title عنوان الكتاب اللي بنستخدمه اسمه new hello رقم 42 I want to see that film because the the a in the newspaper say that it's very exciting انا عايز اشوف الفيلم ده لان الايه اللي موجودة في الجريدة بتقول انه شايد جدا يبقى كده الايه الريفيو 43 when do people new year in your country هنا عايز يقول امتى الناس بتحتفل برأس السنة في الدولة بتاعتك يبقى كده هناخد كلمة يحتفل اللي هي ايه celebrate 44 many countries have a win it's the start of spring دول كتير بيكون عندها ايه في بداية الربيع اكيد عندها ايه احتفال يبقى هناخد كلمة festival 45 the teacher asks the children what ويجاب لهم علامة مية في المية طبعا السؤال ده سهل جدا ومر علينا كتير يبقى هناختر له كلمة represents 46 شام النسيم is a day for all of us شام النسيم بمثل لنا كلنا انه هو يوم ايه يوم مميز يبقى هناختر لها كلمة special 47 you don't have to pay to go into the museum ما فيش داعي تدفع علشان تدخل المتحف يبقى it's سهلة جدا هتبقى it's free 48 the scientists have a new medicine to help fight heart disease هنا عايزين نقول ان العلماء طوروا دواء جديد لعلاج امراض القلب يبقى كلمة يطور اللي هي ايه developed 49 ali's cousin is studying at university ابن عام علي هيكون بيدرس ايه في الجامعة اكيد هنختار number c اللي هي كلمة engineering بعد كده رقم 50 dina used the a she collected to make a graph دينا محتاجة ايه عشان تعمل ال graph اكيد محتاجة بيانات يبقى هنختار كلمة data 51 teachers stem students to enter competition المدرسين بيعملوا ايه في الطلاب عشان يدخلوا مسابقة اكيد encourage بيشجعهم يدخلوا مسابقات 52 we used my father's computer to buy the book احنا استخدمنا الكمبيوتر بتاع بابا علشان نشتري كتاب ايه اكيد online يبقى نختار number a i am that we can't go swimming because the ball is closed هنا عايز يقول اخشى اننا لنستطيع الذهاب للسباح يبقى هنختار number b afraid number 54 i didn't understand this انا مش فهم هزا لايه do you know the answer يا طرى انت عارف الاجابة يبقى اكيد هناخد لها كلمة puzzle لغز بعد كده 55 did you have any a finding your way to the new school يا طرى بتواجهك اي ايه في ايجاد طريقك للمدرسة الجديدة يبقى هناخد لها ايه number b trouble اي مشاكل 56 everyone should do 30 minutes of كل واحد مننا مفروض يعمل 30 دقيقة من ايه exercise اكيد physical 57 the school was a 40 years ago هنا عايز يقول المدرسة شيدت او اسست فالكلمة اللي بالمعنى دي هتبقى مين set up number c بعد كده 58 that girl is a so she can't hear you ما تقدرش تسمعك يبقى هي ايه اكيد deaf معناها قصم 59 when water boils we can see لما الماء بتغلي بنشوف الا سهلة خالص هتبقى steam البخار اخر سؤال معنا حسن اند حمدي enjoy tenis احنا عندنا معلومة ان enjoy بيجي بعدها الفعل فيلم في الجيران دي يبقى حنختار plane وبكده عملنا لكم مراجعة في 20 دقيقة شملت كل النقاط المهمة في المنهج ان شاء الله ما يخرجش منها الامتحان اتمنى لكم التوفيق في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة